ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هنعمل مع بعض حاجة حلوة جدا وكل انا بنحبها ان شاء الله هتعجبكو زي ما انتو شايفين كده انا عاملة التوست الاصمر حلوة قوي وصحي وجميل وينفع بقى لسان دوتشات المدرسة وينفع تفتروا بي واولادكم الصبح وكمان ينفع ان انتو تعملوا عليه كل حاجة حبنها والعجينة دي سهلة جدا جدا وبسيطة ومكوناتها ان شاء الله تبقى موجودة عندكم شايفين طاري جدا ولونه تحفة قوي وجميل ان شاء الله يعجبكم جدا شايفين مفرغ ازاي من جوة احلى من الجاهز كتير 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 وبما اننا بنشجع صنع البيت فيلا بينا نشوف المقادير بتاعة التوست معانا مقادير سهلة جدا جدا وبسيطة معانا كبايتين دقيق كباية دقيق ابيض وكباية دقيق اصمر ممكن تعمليه كبايتين ابيض عادي بشكل ده عندنا كمان واحدة بيضة عندنا تنين معلقة سكر كبيرة عندنا رشة ملح لازم يكون السكر بمعلقة كبيرة دي عشان يديكي طعم حلو رشة ملحة صغيرة ومكعب خميرة بالشكل ده ممكن تعملي خميرة فورية بدل خميرة البيضة عندنا فنجال من الزيت صغير وعندنا كمان مية دافية للعجن كل المكونات دي هنعجنها كلها مع بعض هنعمل هنحط ايه اول حاجة هنجيب العجان بتاعنا بالشكل ده هننزل فيه بالدقيق لو مش عندك عجان اعجني بأيديكي عادي هحط الدقيق والملح والسكر مع بعض واضربهم ضربة لو مش عندك عجان اقلبي كل المكونات الجفة مع بعض بأيديكي كده وتمام يعني اشتغلي عادي ما فيش مشكلة خالص دلوقتي بقى هننزل شايفين السكر والملح عشان يقلب كله مع بعضه هنزل كمان بباقي المكونات بس هنا هعمل الخميرة هحطها على المية وقلبها عشان الخميرة عندي بيرة فلازم ان هي تدوب شوية خلوا بالكو ان المية دي كلها ممكن ما نحتاجهاش كلها فانتي هتحطي المية واحدة واحدة لحد ما العجينة تلم معاكي لو بتعجيني بأيديكي انا بقول ما تعجينيش اقل من عشر دقايق عشان تديكي نتيجة حلوة قوي دلوقتي احنا قلبنا الخميرة بالشكل دون شايفين دابت هي بتدوب بسهولة لازم المية تكون دافية ما تكونش سخنة ولا سقعة المية دافية حلوة كده تمام هنعمل ايه بقى هنحط على الدقيق بتاعنا هننزل عليه بالبيضة وكمان هنحط عليه الفنجال الزيت بتاعنا تمام نزلت انا بالبيضة وفنجال الزيت هضربهم كلهم مع بعض وهنزل بالمية واحدة واحدة بالشكل دون بصوا بدأت تلم العجينة معايا خالص خالص انا طبعا بعجن على اعلى سرعة عشان عايزة اكسب وقت عجنتها لمدة عشر دقايق وبقت معايا بالشكل دون شايفين اهي العجينة خلاص كده تمام عجنت عشرة دقايق على اعلى سرعة اه عايز اقولك حاجة ان العجينة بتاعت التوست ما بتبقاش نشفة ولا بتبقى طرية قوي بتبقى يا دوب كده بتلزق حاجة بسيطة لو انت لقتيها بتلزق قوي ممكن تزود شوية دقيق هنعمل ايه كل اللي احنا هنجيبه هنجيب قالب الانجليش كيك وهندهينه زيت علشان يسهل علينا خروج التوست بعد كده بعد التسوية وهنحط في العجينة بتاعتنا وهنفردها بالشكل ده وهنسيبها المفروض ان هي تخمر معانا زي ما انو شايفين بشكل دول هنسيبها تخمر لحد ما تعلم ممكن تقعد معاك ساعة ساعتين مفيش مشكلة سيبيها تخمر براحتها انا العجينة بصراحة قاعدت معايا ساعتين خمرت شايفين علية معايا كده اه عايز اقول حاجة ما تغطوهاش بستريتش كده عشان لما بتيجي تشيلي بيهبط معاك العجينة واحنا مش عايزين الهواء يخرج منها هندخلها الفرن طبعا على درجة حرة 180 بتقعد في الفرن عشر دقايق بس طبعا قبل الفرن احنا هنعمل ايه هنعمل وشها برشة ناسكافيه ومعلقة لبن ورشة سكر بالشكل دوا وهندهن عليها من فوق ممكن بقى يعني دلوقتي هندهن مع بعض ممكن تحطي على وشها حبة البركة او سمسم او اي حاجة انت حابة تحطيها او ممكن ما تحطيش انا هنا هحط عليها الشوفان بس هندهن الاول كده مع بعض ليه انا بحب الناسكافيه عن اللبن انا حابة عن البيض ممكن انت تحطي بيض عليها من فوق ده يرجع ليكي حرية براحتك انا بحب اوي ان اسكافيه باللبن بالسكر بيدي طعم وبيدي ريحة حلوة وما بيخليش فيها زفارة انت حابة تعملي بيض مفيش مشكلة خالص خالص دي كلها ازواق احنا هنسويه دلوقتي بقى على درجة حرية 180 زي ما قولنا بيقعد في الفرن حوالي ربع ساعة 10 دقايق اول ما بتلق احمر معاكي بيبقى خلاص استوى هتطلعين من الفرن هيكون عندك بخاخ اي بخاخ عندك بتعمية هترشي على وشه كده وبعدين هتغطي فوطة عشان يبقى معاكي حلو انا هنا شايف ازاي من شايفين كده بحطيت شوفان هدخلوا الفرن بقى هوريهولكو لما يطلع طلع معايا من الفرن بقى طبعا ورشيت عليه مية وغطيته بفوطة وسته يهدى حوالي ساعة سبيه بيهدى براحته عشان تعرفي تقطعيه عادي خالص بقى بصراح اللي انتي حباها بقى وصمك رفيع وصمك طخين يرجع ليكي انتي فيلا بنا كده هنجيب صانية مع بعض وهنحط عليها الطوست بتاعنا هيطلع مننا بسهولة عشان احنا دهنين القلب بتاعنا زيت وهنقطعه وهنقدمه يارب تكون الوصفة عجبتكم لو عجبتكم الوصفة ياريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة واشوفكم على خير فوصفة بيهدى بوي 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 بوي